ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ووجه رئيس الوزراء أعضاء وحدة حل مشكلات المستثمرين بضرورة تحلي بالجرأة في حل المشكلات وأن يتم العمل على تقديم تيسيرات مختلفة مؤكدا ضرورة العمل على ترجمة ما تتوصل إليه الوحدة من حلول لما يُعرض عليها من مشكلات إلى قرارات تنفيذية وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الإجمالي للشكاوى الواردة للوحدة حيث وصل إجمالي عدد الشكاوى المسجلة حتى ما يُلجاري إلى ألفين وتسعة وعشرين شكوى تم الانتهاء من بحث ألف أربعمائة وثمانين وثمانين شكوى منها وإفادة المستثمرين بنتائج فحصها ويتم حاليا المتابعة فيما يخص خمسمائة وإحدى وأربعين شكوى